بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه يا رب بالهاد البشير محمدي وبدينه العالي على الأديان ثبت على الإيمان قلبي وهدني للحق وانصرني على الشيطان مستمعي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته قد يتعرض الإنسان في حياته للفتن فتقطعه عن ربه تبارك وتعالى فأراد ربنا تبارك وتعالى أن يضع للإنسان منهجا يسلكه إذا تعرض الإنسان لفتنة في هذه الحياة وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الفتن ستقع وإلى أن الفتن ستكون لكن هناك مخرج بيّنه ربنا وبيّنه نبينا صلى الله عليه وسلم والسعيد هو من لم يعرّض نفسه للفتن سواء كانت فتنة شهوات أو سواء كانت فتنة شبهات والفتن كثيرة أخبر الله عز وجل في القرآن بأن الشرك فتنة قال ربنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أخبر ربنا أن المال والولد فتنة قال ربنا إنما أموالكم وأولادكم فتنة أخبر ربنا أيضا بأن بعضنا لبعض فتنة قال ربنا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وما أنت فيه من خير أو شر فهو فتنة وابتلاء من الله قال ربنا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر وأما عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم لعباد الله الذين إذا وقعوا في فتنة ما أو الذين خافوا على أنفسهم من الفتن قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا في يوم واحد يتقلب الحال بين الإيمان والكفر والطريق إلى أن يخرج الإنسان من هذا أن يبادر بالأعمال الصالحة بادروا بالأعمال فتنا أي سابقوا الفتن بالأعمال الصالحة أكثروا من الأعمال الصالحة قبل وقوع الفتن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في قوله من تشرف لها تستشرفه أي من عرض قلبه لفتنة ما فإنه يقع في هذه الفتنة سواء كانت فتنة مال أو سواء كانت فتنة ولد أو سواء كانت فتنة شهوة في النساء أو سواء كانت فتنة شبهات إذا عرض الإنسان نفسه للفتن فإنه يقع فيها قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي من تشرف لها تستشرفه أي من عرض نفسه للفتن وقع فيها فإذا كنت في خير فأحمد الله عز وجل على هذا الخير وإذا كنت في ابتلاء فسأل الله عز وجل أن يرفع عنك البلاء والجأ لربك تبارك وتعالى قال ربنا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فالإنسان قد يبتلى بالخير وقد يبتلى بالشر وكلاهما فتنة لكن فتنة الخير أقسى وأمر من فتنة الشر لماذا؟ لأن الإنسان قد يبتلى بالشر أي قد يبتلى بفقد عزيز عليه أو قد يبتلى بفقد ماله أو قد يبتلى بمرض ساعتها تجد من يواسيك وتجد من يقف بجوارك وتجد من يذكرك بأن هناك من تعرض لفتنة أكبر مما أنت فيه أما فتنة الخير فإنها تلهي فإنها تنسي إنسان وسع الله عليه وابتلي بأصناف المال وابتلي بصنوف المال ساعتها لا يجد من ينصحه ولا يجد من يقف بجواره إن لم يبادر بالعمل الصالح وإن لم يرجع لربه تبارك وتعالى فإنه سيهلك بسبب ما ظن أنه نعمة لكنه ابتلاء من الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإن من أخطر ما في الفتن أنها تعرض على القلب فتقطع سير العبد لربه تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء أسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن إنهم ولي ذلك ومولاه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه دمتم في رعاية الله وعنايته سلام الله عليكم ورحمته وبركاته